الموسم الذهب للنسور موسم التحتام الأرقام القياسية بامتياز وخلق مسافة أمان كبيرة بين الخصوم عرفت أن أريد أن تقوم بإمكانك خاصة ويا صراحة أنه عندما تقوم بإمكانك خاصة سوف تقوم بإمكانك الشيء القديم هذا يجب أن تشاهده جديد البارح مع السبع هذه الأشياء تأكد أن هذه الفرقة العبارة اللغة التي تضعها هي حقارين هذا المعنى هذا وعيقته صاحبه تعيقته وليس تخسرونه كما كان 30 ضاروا في البطول الوطني بدون أي خسارة هذه العبارة التي تبقى مصر وطنية شحام من واحد لبعد سمانة فقط منها قدرته إنجاز آخر تحت شعار عام كامل موسم كامل بدون أي خسارة للا صراحة هذه العبارة سوف نحبط على القارج هل تعلم يا عيز المشاهد أن جميع الفرق في البطول الوطنية يخسروا مع الرجاة هذا العام الفرق الوحيد اللي مخسر شو تزقل ولي هو ما هذا تعدلنا معهم على الرطور ولكن الحمد لله توم الحمد لله أنه قبل ميسى للعام تعطتنا فرصة باش نأكدوا الأرقام ديانا ودك الشيولي تم تأكيد ديانا تاوي اللي غدوز من حد النصر وغي يزقلك ممكنش أم بوسين أم بوسين فمتيني الماتش دي البرح الجميع ما بين الرجاقون طالجيش مالكي في نهائي كأس العرش الماتش اللي قدر نقول لك أنه التربح في جميع النواحي سواء جماعها ريين اللي بدأوه بالكلاشات وسلواء بفاراوي والمكسر موسيقى وحتى وسطيران اللي بدأها بوزوق وسلها بولكسوس بالبيت دي الرباع وحتى المدربين اللي شمهي باللوغو اللي نصروا فرحان وشم طايف مع الصحافة على ما قالوا اللي يهرب why don't happen إبيت كالين عند النجوس تماما السيمن اللي بدأت تهزاية الصينية مرحب سيمنة تهزاث القلوشة لعرفها الجمهور من المدرج الشمالي وذانا الش؟ جاء المدرج الجنوبي وفي الترساد البحاص Theory وضعنا وصف طيراً لكي نرى من ذلك البلاثة بعد ذلك كانت أخيراً، سأخبرنا بأن أخيراً قبل أن نرى هذا الشيكس أسمحوا لي، سأرى كيف تفعله يا إخوان، لا يرحم لكم الوالدين شي واحد يفكرني في إحساس الخسارة كيف تفعله سأقصم بالله تنسيت عليه كيف تفعله أو الدرافة الماضية الأولية للبوطلة لكننا سأتعادل وما كانت تكتصرت لها ونرى بوطلة كاملة خسارات وعيش حياته عادة ومبحار والله يلا عالم خر ولكن شوف شوف، لا يوجد هرب من قداد ومساكن الذي قال لك أن أضعهم إلى وسط الجمهور والسط الجمهور والسط الجمهور هو من الجيش فالأخير الجمهور بقيت في تونيا من فوق والله يلا يتأخذوا الدنوب من الوحدهما يتقرم لهم مساكن في ذلك الشمش أشبغيتوا عندهم والهربة فتش يكمل وهو أنهم يسقوا كثرة من الأخرى المهم، الحمد لله على هذا الموسم هذا يجب بسبب الكثير من الحواج أهمهم المكتب اللي محلقه من يلا عاديا وقد أدوه تحت من جهة المدرب والطاقم المدرب لي دار خدمة كبيرة بالرغم من تشويش دال القوادس اللي تعرض لي في الأول وأكيد منسوا حتى جنود الخفاء مساعد المدرب والمعيد البداني للدور ديالهم متوهم كبير فضل الألقاء بعده أو الدركة أقل عملي فقط الهبطي كان يدخل معانا كان يدخلوه من دير فتخيقة السن كان كاية فتخيقة السعود وخمسين والله إلا كيبقوا أحسن شمس العشيات في تفحياتي وهو ما هاتجوش تصديرات هذا دعواتكم باش يطاولوا معهم رهما الميمون وأكيد ما غديش ننسوا كل الشكر اللي للاعبين كاملين اللي صراحة كل واحد كان عنده دور كبير في أي ماتش قد يبدوه من زنيتي حتى الهجوم ومنسوش حتى الرقم 12 الجمهور واللي بالرغم من المعاناة في الموسم كامل والحرمان ديالهم من الفريق ديالهم إلا أن الكلمات ديالهم كانت كتكون في كل ماتش وذلك اللي ترى هذا العام هذا رمج من الفراغ وإنما جميل بعد واحد الخدمة الكبيرة العام رسميا سالة موسم 2023-2024 القراج دياله هبط ورسميا مدى الصيف عند الجارات إذا أرى كل يال تباحر وكل يال الزون النشاط أنا كتسمع لي بذكرين نيشان تيطوان عن أخواتنا تيطوانيين اللي حالة ذي رحبو بي كنشوفكم ندل من برادة غاية يا أخي الراجي وفشكون غاية يتبحر دير هذا المشي هذا ركادوا بلاد العام هذا وفرق كما خسرتها شي ماتش ذهبية وفدية في جسيمانات رأى العالمية يا صاحبي موعدون ان شاء الله الموسم المقبل علش الله لما نعطوش البنات ما عودتني شي درجة جديد وخانا متأكد أن شحامل واحد ستجعل العام الجي حاقد علينا وأكيد الشيء العادية وهانية رأى العثار ديالك والذي سيجعلك أنك تحقد العام الجي صراحة لما سيكون سالب حال هذا العام هذا لا ستكون فقط جوج واجهات وإنما ستكون كثير من ثلاثة ديال الواجهات فرد تركيز على جماعة الرجوية سيكونوا عارفينه والجميل وهو العودة للمدرجات والعودة باش فرقة نعود ثانية تولي الدخل وستكازه وما تنساش لي اغرب شوية وتشوف كذا بما هو بتوك يحتافل معهم والله يمحشن أجاجي واحد البلان أو واحد هل تعلم بسيطة وش فراسك أن جميع الفرق اللي لعبنا معهم في كأس العرج كانوا لابسين الحمر أسفي المحمدية أقادير وجدة والجيش هشهي اللي توني عندهم في الحمر والكحل اللي لا أدلونا ده ما عارس كيفاش فالخير علينا دلعامه ده كمان دلعامه ده ترى منش حاله دي وفالخير علينا سعدي الله يخليه لينا شكرا